السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله ستكون وصفتنا خبز بالبوتيته وهو يا طيب انصحكم تجربته خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل بالبداية هنا عندي اربع كواب من الطحين الابيض متعدد الاستعمالات متعدد الاستعمالات يعني للكيك ينفع للخبز ينفع للفطار ينفع هذا هو وعندي ايضا ربع كوب من الزبدة او الزيت اللي تحبوه وعندي ايضا المي للعجن دافي وراح اخذ ملعقة سكر وملعقة خمرة فبالبداية راح اخذ مبدئيا كوب من المي كوب من المي اخلي ملعقة سكر وايضا اخلي العقب خمرة وبعد ذلك اخلطهم اتركهم ثلاث دقائق لحد ما تتفاعل الخمرة مع السكر راح اضيف الملح مباشرة على البحيم رشة ملح الملح حسب الرغبة او الزعب شكل جيد على البحيم من بعد ما تتفاعلت الخمرة وهي سكر راح اضيفها مباشرة على البحيم مع السرعة اول ما تبدي تجمع عجن فنزل الزبدة اضع عجن الماء في الجانس حوالي خمس دقائق ليكفي هذا من بعد ما جانست اخذت من عندي كوب نص وتقريبا ملعقتين طعام صارت بهذا الشكل يعني مائلة لليونة وبنفس الوقت ما تلتسق باليد لان خلينا لها ربع كوب من الزبدة فسرح اخليها تختم تقريبا 30 دقيقة او اكثر حسب المكان الدافي وتواصلوا بما تختمر العجين خلينا نسوي الحشوة هنا خليت طاو على النار وهنا عندي ثلاث حبات من البوتيتا قطعتهم مكعبات ناعمة ثلاث حبات متوسط الحجم وعدنا حبة من البصر الكبيرة وثلاث ملاعق تقريبا من المعدنوس ونسوي البقدون اخلي شوية زيت على النار تقريبا ربع كوب بالبداية راح اخلي البصل بعد ما شوية اضدر البصل تقريبا دقيقة واحدة راح اضيف البطئة تقريبا 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 اثناء التقليب راح اغطيها حتى تلزم بخار بسرعة تستوي هذه المرحلة اضيف لها شوية ملح وهي تنحمس وشوية فلفل اسود رشة بسيطة وكاري مرق كاري عادي يجب يجب اغطيها لان ما اتاكد حبات البطئة تستوي يعني بس تشيكها تستوي تكون جاهزة للبخار بسرعة تستوي على ناب هادئ او متوسطة تستوي 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 تماما نشيك ملحة قبل ما نعقلها اغطيها اغطيها اولا تبرد ثانيا نتخلص من هذا الزيت اللي موجود نحتاجه بعد قليل اغطيها اغطيها جاهزة كبير ما خلينا الحشوة شوية تبرد شياكة العجين ما شاء الله مختمر اغطيها فرح اخلي بايدة شوية زيت وننزل من الهواء اللي موجود بها نقلبها اغطيها نشمكها او نسويها على شكل اقراص بسم الله اغطيها نجمع كل العجينة بالوسط وبعد ذلك نلم الاطراف بالابهام هذا الشكل سورا ادنى قراص مدور جاهزة ادنى كل كمية العجين سويناها اقراص فهذا الشكل فهزا رح نغطيها اي قطعة قماش نضيفة خاولة جديد نضيف نخلي شوية زيت بالسواني وهنا عدنا الحشوة بردة تقريبا فرح نضيف عليها شوية من جبنة الموزرلا يعني تقريبا 150 غرام او 200 غرام هذه الاضافة حسب الرغبة نضيف الكرفوس عفوا اذا عدتكم الكرفوس لا يوجد اشكال بعد اضهر نضيفة الخبز طبعا حجم الكرصة مثل ما تحبون بسم الله الرحمن الرحيم هذا الشكل افتحها بشيبك او بأيديكم افتحها نحاول قدر الامكان على شكل دائرة بالوسط سننزل الحشوة بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نغلق الأطراف على شكل نجمع بشكل جيد سيئ نتجمع بشكل جيد نتجمع نجمع من أجل ثم نتجمع من أجل الزحيم بعد بعد حشية كل الكمية سوف افتحهم اكثر من اول واحدة اشتغلنا بها افتحها شوية شوية حتى تبقى حشوة ونزلها بصينية شغلت الفرن على اقصى حرارة موجودة تكون بالفرن حتى تأخذ اللون بسرعة وتصير طرية اذا طولت بالفرن تصير شوية على يباس سوف افتحها سرعة تستوي طبعا اذا هتحبون دهنون وجهها بالبيض سوف اخلط فيضة واخلي على الوجه ابدأ تهم وجهها بسم الله حتى تصير على لمعة ونشيل من عندها الطحين اللي موجود اذا هتحبون تحطون سمسن وحبة البركة مثل ما تحبون سحنا شوية نحط سمسم هنا عندي هذا السمسم حمص نخلي شوية على الوجه طيبوا اياها راح دخلها بالفرن على الرف الاول يعني اول شي اقرب على النار كما تشوفون بدأت ترتفع هاي تقريبا صار لها دقيقتين اول ما تبدي تاخد لون راحة تشيكها بالسبكين تاخد لون وحولها على الاعلى احمر وجهها شغلت الفرن من الاعلى حتى يتحمر الوجه وبنفس الوقت خليت هذه الصينية الثانية يعني ما راح تطول ثم بعد ما يتحمل وجه الصينية الاولى راح ارجع الفرن اشغلها من الاسفل وهكذا حتى تخلص كل كمية الخبز ما شاء الله استوت هاي الوجهة الاولى يعني تقريبا اذا خليت الفرن على اعلى درجة يعني اخد دقيقتين ونص هاي مثل ما شوفون ريحتها هواية طيبة بالبوتيتة والموزاريلا حتى ان شاء الله بس تبرد نشوفها لكم وبنفس الصينية ما دامها حاجة انا اكون مجهزة الخبز الباقي ارتبها بها اذا تحبون هذا الزيلد اللي طلعناه من الحمس تخلص البوتيتة بريحة كاري واية طيب تخلون على وجه الخبزة اول ما تطلع من الفرن هذا الشكل شوية هذا الشكل النهائي من بعد ما جهزت كل الكمية ما شاء الله هاي كل القرص باربع اكواب من الطحين كمية لا بأس بها هذا طبعا ينفع للسحور برمضان ينفع كافطار اهمي انا بالافطار نقدر نقدمه حار وطيب ريحته هواية طيبة نشوفون اشان طري ما شاء الله وطيب وطيب اهم شي تخلون درجة حرارة الفرن عالية يعني اعلى درجة بالفرن حتى يصبح بهذا الشكل ياخذ من الاسفل لون ونطي لون من الاعلى يعني شون التنور ومن الوسط مثل ما شوفون سفنجي صغير من خلال هذا الفيديو اتمنى من كل المشاهدين والمشتركين دعم قناة بنتي زينب قناة شبابيك هي عمرها عشر سنوات تتحب الاعمال اليدوية وعتها ابكار حلوة ديكورات اتمنى تدعمون قناتها من خلال الاشتراك ولايك الفيديوهاتها واكون ممنونة من عدكم وفي امان الله